اليومان بنرجع وبعدين؟ بنرجع البيت رحل و بنرجع الناس النهاردة فيديو جديد وفيديو من مكان مختلف ولكن فيديو عن نفس القضايا لأن القضايا دي مش بس في مكان واحد القضايا دي نتورد في كل مكان النهاردة فيديو عن القضايا الفلسطينية ولكن من المخيمات الفلسطينية اللي موجودة في لبنان وبالتحديد من مخيم برج البرجنة هنحكي عن اللاجئين الفلسطينيين اللي سموا ارضهم من النجدة من سنة 48 وقالهم اكتر من 76 سنة عشرين كلاجئ ثابتوا واردوا اهلا بكم في مخيم برج البرجنة في بيروت في لبنان دونوا لايك وكومنت على الفيديو انشروف كل مكان خلييني احتركم قصة ومعاناة مزي اي قصة محدش حاجة عنها لان مش كثير نسمع عنها ولكن هي معاناة كبيرة جدا يلا بينا بسم الله نبدأ الفيديو ونبدأ الرحل شروق وبداية يوم العمانية حاجة اللي جاء عشان ألا وهي تصوير المخيمات الفلسطينية اللي موجودة في لبنان مش هينفع نبدأ اليوم ده من غير شخص مهم شخص فاهم شخص عارف كويس في لبنان انا دلوقتي مستني صديقتي لليان عشان نعمل حاجتين اللي جاء عشان نحن نكون منقوشة نفتر وعدين نروح نصاب طبعا لبنان وجمالها طبعا لبنان وجمالها مراحة ومبنيها والتمشاء فيها تتعادي تلاقي الرجل العجوز والسلطة العجوزة قاعدين على جنب في الشارع او قاعدين في البلاكونة من الدور الأول شربوا كبات الأول على الصف لديهم واحدة جنجورين مش جنجور واحد فقط هي حلاوة لبنان وجمال الدي فلاك انا مرادي مش شجولة سياحية احنا رايحين ناخد وجه اخر خالص في لبنان ومش بتسلط عليه الدوب مش ناس كتير عرب خالص يعرفوا عنه انا نفسي تعلمت وعرفت عنه في اخر سنة سنتين فما بالكو كتير ملايين من العرب ويسمعوش عن القصة دي فكان لازم يكون لي يا دور اوضح للناس وافرج الناس عشان نقرب لبعد اكتر ونعرف خبهانة وخصصنا كل الحاجات اللي عندنا فدعموكم كالعاد مستني دعموكم على الفيديو ده عايزين يكسر الدنيا ملايين ونشروه في كل مكان مستنيين الليلين طبعا ونتأخر علينا مش عارف فين بس عاد يعني واحد اتأخر هنا في ديو الجميل ده ما فيش اي مشكلة هنبدأ اليوم مع الليلينة يا مصلت الليلينة واحدة من قشتر التور جايدز الموجودة في لبنان وفي مصر معرش ازاي بس هيك كانت شغالة في فترة فيها عاشت زيبنان بمصر عارفة مصر كويس وعارفة لبنان كويس ويعني زي ما نقول عليها بتاعت المهمات الصعبة والنهاردة يعني هنوخوا نشوف تكون قاعدة بيني وبين نفسي عم قولي نفسي سافر هالبلد اثيوبيا ايران اي شي طبعا تشعبط وباكستان بفتحوا انستجرام بلاقي احمد هونيك احمد بنفز افطاري الجهنمية بالزفر انا عندي سؤال انتي تور جايد وقالك كم سنة سنة 2018 طيب يعني بقالها تقريبا 6 سنين هل بي تقريبا حد مصري يوصل لنا وقالك خديني على مخيم لا انا بسوط اول مصري تقريبا اول مصري اول مصري اول مصري وانه اشي حد لا انت اصلا جاي للمخيم انا جاي المقصود يعني لات الفريق لمنقوشي بل احنا يكون منقوشي بالمخيم انا جاي على حكتين اولتو في الفيديو منقوشة ومخيم يبقى ناكل منقوشي بالمخيم في المخيم احنا رايحين على برج البراجنا واحد من اشهر واكبر مخيمات الموجودة في لبنان وبالتحديد هو في ضواحي بيروق وخليني اقول ان لحد الوقت لبنان من اكتر الدول العربية بالنسبة لي اللي بيدعمه فلسطينيين لان مبدئيا سببين هم عاشوا حرب فالتقريبا فلسطينيين عاشوها مع اسرائيل لفترة كبيرة فكرهم الاسرائيل غير اي دولة عربية حاجة تانية كمية الفلسطينيين اللي عايشين وسط اللبنانيين قصصهم وحكويهم من هم الصغار اللي تربوا وكبروا عليهم فلما بتيجي هنا يعني انا اخر اليوم اللي وصلتم بارح كل مكان تروح كافية مطعم بيتعم فلسطينيين يحط صورة مقاطع يعني احنا دلوقتي وصلنا على مدخل المخيم ده بداية المخيم هنخش ونشوف الوضع ازاي كده وخلنا رسميا المخيم ودي اعلام حركة فتح اعلام فلسطيني اهو فتح نحن في الجاراج ووصوا لما تبصوا فيها ده المخيم هنشوف صورة ياسر رفوات من فتح عاصلاتنا الابدية كل الكلام ده طبعا كلوك تتحراجوا دلوقتي زي اتربيت على فكرة المخيم ولكن دايما فيه مخيمات لاجئين ومخيمات فلسطينيين ولكن المخيمات الفلسطينية غير أي مخيمات عامة موجودة في العالم لأن المخيمات الفلسطينية في أي دولة أو حتى جوا في تلسطين نفسها هم مخيمات المخيمات قلبت من فكرة أنها خيم لبقت مناطق وبيوت اببنت ولكن هذه البيوت حجمها يعني أولاً فيه آلاف الناس أول ما بدأت النجبة جمعاً على المخيمات وعملوا خيم في الأول ما بدأت الحرب وبعدها عاشوا واترقوا وكبروا هنا فاضطروا يبنوا بيوتهم هنا وبنت المخيمات فالمخيمات مكان منطقة منطقة حيوية وكبيرة ولكن اللي بيميزها أنها تكون زحمة وشعبية وحيوية كتير لأنها بنت في منطقة كانت محددة في الأول لخيم صغيرة فاضطروا يبنوا البيوت قريبة من بعض وهي دي فكرة المخيمات الفلسطينية المخيمات الفلسطينية ليست مثل أي مخيمات في العالم المخيمة يعني منطقة أهلاً بيك أنت فلسطيني؟ أكيد من فين في فلسطيني؟ عكا وصل لك كم سنة هنا؟ أتوالبت هنا؟ أهلاً بيك أهلاً بيك أهلاً أهلاً لم أخدتش فلسطيني؟ أهلاً مرة أتا زبتها؟ أهلاً أهلاً هو فلسطيني ومزارشي يعني وكان بيتفرج على فلسطيني عن طريق أن تفهمين الفكرة فهي دي فكرة أدئي صعوبة الحياة للشخص الفلسطيني حبيبي ورثة سعيدة أهلاً وكذا نكون عملنا حاجة من الحاجتين أننا جبنا المناقيش المناقيش لبنانية في المخيم الفلسطيني نضرب ونفتر وعكياً نخش نتواجل داخل نسمع قصص من الناس حضرة النجبة أطفال كانوا مابودين في الـ 48 ودلوقتي وبقوا عواجيث من يوم ما تولدوا أو صغرهم جمعوا هنا من أول ما بدأت الحرب وعاشوا هنا نسمع قصص من الناس عشت الحرب بنفسها ليس قصص بالتحكي تاربنا منووشة حلوة منووشة هنا سعرها أرخص اللي اليوم بتقول الثلاثة أرخص من واحدة في بيروت أرخص من واحدة في بيروت والله العظيم يعني الثلاثة دفعت حقه 250 ألف ما نقوشة واحدة في بيروت 300 ألف دفع الأسعار هنا أرخص بكتير في كل حاجة بس بس وستيطة دي حضرت النجبة شعرت في صباحك قولت كيف عزي صباحك كيفك يا فالحة؟ شعرت شعرت لك قولت كيف؟ السلام عليكم شعرت أنا انت حبيب حبيبت قلبي جيت صورت معك فيديو انت من فين في فلسطين يا حبيبي اهلا من اي مدينة في فلسطين حبيبت اسلام ردي علي عم بولك انت من وين من فلسطين؟ من فارة فارة اه وامتى طلعتوا من فارة؟ طلعتنا كنا صغار صغار اه في النجبة؟ اه بالنجبة 48 كنا بالنجبة و جيت على لبنان؟ جينا على لبنان كيف جيتوا؟ جينا تحتين يروح نعم؟ اه تحتين يروح اه ابوك يركبك على ايه؟ على الحمار اه و جابوك على لبنان؟ اه و جابونا على لبنان اه و جيت واليهود دخلوا البيت؟ اليهود دخلوا البيت اه وراه فينه البيت راح؟ اليهود وراه اليومانه بنرجع وبعدين؟ بنرجع على البيت رح له بنرجع لاشه رحت و مرجعتوش؟ لا قبل صليت كم سنة هنا؟ في لبنان عيشة طول عمرك انت؟ اه في لبنان اه مش عندك اخت بغزة؟ اه من ايلي بغزة؟ اه بنات اختي بنات اختي؟ بنات اختي سامية ونادية انت جيتي على لبنان وهم راحوا على غزة؟ لا هني اه 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 انا جيت على لبنان هني راحوا على غزة يعني حتى العيلة تقسمت فيه ناس حول تهرب نسلوا على الشمال وناس تنزلوا على الجنوب فهمين الفكرة قد دي وقت ما دخل الاحتلال حس ان هم لازم يهربوا وينفدوا بعد ان كمعهم اطفالهم بنات خافوا عليهم يصليهم اي مشاكل فاضطروا يسيبوا بيتهم وابوهم قال لهم يومين وبيرجعوا صلىها هي يعني تقريبا كم سنة هنا منك؟ ما تامانية واربعين هني دلوقتي؟ حاجة و سبعين سنة حاجة و سبعين سنة ربنا تطول في عمرك حمسة و سبعين سنة في لبنان حاجة تحزن يعني عمرهم رجعت على بيتها يومين بقوا خمسة و سبعين سنة والله اعلم مين بترجع روح فلسطين تروحي ان شاء الله تتحرر تتحرر قريب ابد يا رب يسعب اليهود نروح المحلم لازم يروحوا اليهود نعم بيروحوا اليهود ان شاء الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله هل من اللي طلعوا من فلسطين و جمعوا للبنان هم دلوقتي يعني اليوم بصر خمسة و سبعين سنة معهم هواي فارة فارة جميلة فارة فارة هلوه بيعرفها تعرفها كويت فارة فارة فين فارة وين الحدود الحدود مع لبنان في الشمال الحدود لبنان الالفلسطيني اللي عيش في لبنان هو معاه باسبور لبناني ولا فلسطيني لا فلسطيني يعني مع باسبور لبناني يعني مع باسبور لبناني مع بان كتر عليه لاجئ لاجئ فلسطيني جمهورية لبنانية بطاقة وثيقة يعني الهوية التي أعطيتك يعني الهوية وثيقة لبنانية بكتوب فيها لاجئ فلسطيني هذا المدار هذا المدار في الخضراء يشوفوا هم بقالهم 75 سنة وما زالوا يعتبروا لاجئين لأن أرضهم متاخدة هم متشالين على الراس في الأخير يعني كلنا أخوات ولكن بيته هو ما يهموش غل انه يرجع بيته وارده أرضه شايف هاي هوية أمي هاي هوية الحجة هاي إحنا نحن نعيزين فلسطيني دي الهوية بتاعت الحجة هوية الحجة هوية الحجة شوفوا لبنانية فلسطينية فلسطينية لبنانية فلسطينية لبنانية أكيد فرق الصحة سنذهب إلى فارا ونرجع أنا وانت نرجع إلى فارا أنا كان وتعمليلي منسف نأكل منسف نأكل منسف في فارا إن شاء الله إن شاء الله بس ترجع إن شاء الله إن شاء الله يقول لبنانية أخير إن شاء الله يذهب إلى فارا وضع إليها ماذا جابت لك مرة سامية من فارا؟ ماذا جابت لك مرة سامية من فارا؟ جابت لك مرة سامية من فارا؟ جابت لك زتون ورمل زتون ورمل يعني لحد الآن غالباً مش قادرة أصدق أنها زتون وحشة يعني ما تعودتش على الوضع بقالها عندها 80 سنة تقريباً 85 85 سنة ومش بتعودها أنها يعني دائماً في بالها أنها لازم ترجع حتى وهي خلاص كبرت في السن ورسا عندها الأمل موجود تطلب الزتون والمنصف وكل حاجة أجلها من فلسطين أجلتين نطلع التين ونساول الشيء طبعاً بقى نكمل جولتنا اللي ما كنتش عايزة أكمالها حتى اللي مستت دي حايزة أتعظن كيف أفضل أعجبها بصوا بقى المناطق عاملتنا يعني هنا كان فيها يبنوا البيوت كله كان عنده خيمته وبنى مكانها بين فالحواري ضيئة والكهراضة وضعها كما نرى حواري ضيئة جداً وده هو المخيم الفلسطيني المخيم مش يعني خيم يعني لك أن تتخيلوا أنه في رفح ونحن بنتكلم دلوقتي كل الناس نزحت لهناك وبنات خيمها لو فضل الوضع على ما هو ومعرفوش يرجاعوا الأرضهم وعبتهم هيتطروا يبنوا مكان خيمة واحد يبدأ يبني بيت هيبني بيت المناطق ضيئة فالبيوت تبني فوق بعض يعني بصوا الحواري عاملة كيف تهمين الفكرة وهي دي فكرة المخيم الفلسطيني ويختلف عن أي مخيم لاجئين في العالم لأن الفلسطيني للأسف الوحيد اللي المخيم بتاعه بعد ما كان فكر أنه يعود فيه شهر شهرين لفترة خلاص صارت لازم عيش حياته كلها فيها رص الكهربة رصة الكهربة متخوف رصة ضغط عالي رصة شبكة عين كبوت وجوه فيه مدارس وملاع شكورة كل حاجة مدرسة دي وهي أوسع أوسع نقطة بالمخيم لأنه هي كبيروت عامة والمخيمات خاصة بيفتقدوا للمساحات الواسعة والعامة فهم بحاجة يتنفس مكان إنه بس هكي يتجمعوا ويتنفسوا هيا أوسع مكان سنلاحظين قديش الشوائر طبعا شهر تقبع بكل مكان يعني فيه ناس من هنا بتروح يعني أكيد تعمل عمليات لأنه من أصل فلسين تنزلوا على فلسين تهريب أو معرفش خلص يقرر أن يستشهد فدى البلد وفدى فلسين السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم مصري من الطاهرة حبيبي المخيم بسم الله بسم الله المخيم عبارة كان نما نتهجروا في 48 وانت جاي على المخيم نتهجروا وكل عالح مثلا جماعة ترشيحة 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 يجوا على المخيم وقعدوا بمنطقة وصموها منطقتهم ترشيحة كل منطقة إلى اسم بالمخيم مثل أي بلد إلى اسم كانت خيم في الأول هي بالنهاية بالأساس خيم خيم عبارة عن خيم وبعدين صارت تناكيات واتطورت بلش هي عمرو حيطان واسمه كل واحد طبعا 48 نحن عم نحكيه لغاية اليوم المخيم موجود فطبعا اتطور وصار بناء وأبراج لأن الأعراج كبرت طبعا الأعراج والشعب كتر وجوز وخلف وشي الله يرحمه مات وبعده حامل المفتاح هاهو العباء المخيم موجود انت فلسطيني من فين؟ نحن الحولة نحن أعراضي حولة فلسطيني فيا الله يرحمه حولة ونزحنا مثل العالم وعشنا وهنا بالمخيم وكذا مخيم يعني والشي كنا بصيدها بعدين جينا على بعدين كم مخيم فلسطيني في لبنان؟ تقريبا 2 شيء سبعة وثمان مخيمة سبعة مخيمة وهو ثلاث مخيمة وده أكبر واحد يا طبع؟ لأ في عندنا بصيدة مخيم عين الحلوة أكبر مخيم لأ الحلوة ده تقريبا أقرب واحد لفلسطين لأ بعد فيه في بصور مخيمات بصور أبعد من صيدة أقرب لفلسطين في بصور تقريبا مخيمان لدينا الراشدية وعنا أنس اسمه والله المحمد هو لا أقرب شيء ولكن إحنا كأجانب ممنون أن نخش المخيمات في الجنوب أتوقع أنا كنت بحاول أن أذهب هناك لدي تصريح لازم تصريح لازم تصريح لازم تصريح لازم تصريح أتوقع قال إن رحمن ده تخيل بقى أنا أتخيل شغلي يعني هنه لمن كان حامل ها المفتاح وقف باب بيته وقال يلا أنا يومين ورجع وجابهن لكسك يبصار يعني سبعين سنة وبعدهم محافظين عليهم هيدا بأسبب حق العودة أنا خايف أنصدها والله قد يعني التاريخ ده ده تاريخ المفتاح ده يعني هو ده القضية كلها فكرة في المفتاح ده القضية كلها طبعا اخذنا هدية جميلة قعدنا تكلمنا شوية الرجل مكانش حاب بيطلع في الكاميرا ولكن حكاية لكمية القصص قد ايه؟ يعني قلبي مقبوط بعد ما دخلت المكان ده وطلعت منه كل نوع فلسطيني متغرب متشتت في حتة في الأرض عنده معاناة غير تأمي عندما رحت رمالله وحكيت مع الناس وضفت عندما رحت القدس معاناة بشكل ما عندما رحت القدس معاناة بشكل ما غزة معاناة من الف الافر الذين عايشون برد كلهم معاناة خلاله يسحى كل يوم يسحى كل يوم من النوم على مكتبه وضع مفاتيح بيت أهله يقول لي انا أهلي ابوه وامه حتى مش جده تولد في فلسطين وتربى في فلسطين وغي على لبنان يقول لي انا ابوه حاسس انه خسر رجلته مكسور وربانا على ان احنا ارضنا نرجع لها والنهاردة هو بيربي عياله تفضل مستمر القضية الحاج الله اعلم قسنا نكمل جولتنا في المخيم فيها كمية مشاعر سبحان الله والذي اريد اقول لكم ان المخيم تلاتة وامسين الف من ادم تقريبا عايشين هنا ليس كلهم فلسطينيين ساعة الازمة السورية بقى فيه نسبة السورين يسوي كمية السورين اللي جم من سوريا على لبنان فيه جزء منهم توغل عاش جوه المخيمات الفلسطينية فيه عيادات هنا تبع الأنوروة اللي هي الأمم المتحدة اللي بتدعم قضية الفلسطينية مهم يعني احنا دلوقتي كنتمشى وخيم 50 ألف واحد في كيلو متر مربع واحد توسح هنا يعني بيقلنا عمودي مش افقي يعني بيبنو البيوت فوق بعضيها لدرجة انه قال لي فيه حارات فيه بيوت موسيقى 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 لم يرى الشمس من 23 سنة لأن تبعه جم بيوت بعض حارات وليس يفوتها يعني هنا فيه شمس ساحتك موسيقى 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 كلها بسرات وكلها دخلنا بيت عشان نزور عمه حضر النجبة طلع من بيته وبعدين في فترة من الفترات قبل ما يبقى فيه فكرة الحدود قدر يرجع وجي تاني هنخش ونسمع قصت بصوا بقى المنظم ينفق ده الشارع ده شارع ومساحة قد ايه ده شارع عند عمه حراك حضرت النجبة؟ اساس النجبة من الاساس انا مبسوص لانا عم بقدي دور ولو متت او انا اثناء المقابلة يعني انا بشغل بالفخر ان عم بقدي دور عم بقدي دور تجاه الوطني وتجاه الوطن العربي طبعا عم بيحب بيسجل كل حاجة بيكتبها اول باول فكلت كل حاجة يا اخي عتبان علي يعني عم نعتذر منه قوعة تشله كلمة ايه انا من القاهرة بداية بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بحضراتكم الله سلام الداعي انحاج عبد المجيد فضل العلي من قرية كويكات في قضاء عكا وفلسطين تبعد عن الفضيض اللبنانية مقطع شوية من 20 كم ولدت عام 1936 يعني الان انا ابلغ من العمر ثمان وثمانين سنة كانوا جيوود يغجرون او ينقلون من مكان الى مكان بناء على خطة مرسومة انجلوساهيونية ما لهم بلد حتى يكونوا مسؤولين من اي بلد لانهم شداد الافاق وطاطوهم وعلى رأسهم بريطانيا ومن سندها في الحرب العالمية الاولى كل عشر سنين كان يصير فيه تبديل وكان يصير فيه هجرة وتهجير من قطعان وشداد الافاق الى فلسطين ارض العرب والمسلمين هاي الدفعات كان يصير فيه عليها عادة غضاف من الشعب الفارب الفلسطيني انه شوان تعملوا انتوا يعني شوان عم يجيبوا يجيبوا شداد الافاق تعطوهم عرض مش الهم وتطردوا شعب من عرضهم ومتلكاتهم لذلك مع بدء تنفيذ الواعد كانت بداية النكبة يعني بقولك النكبة انه سنة 48 هي ابلنا بل 48 النكبة فلما وصلنا ل 1948 اعلنت بريطانيا الى الوعد البريطاني بالانسحاب من فلسطين يوم 14 مايو 1948 كنا في بلادنا امينين كباقي شعوب العالم ولما اجل دور البدء بالمعركة كان البدء في الجهة الجنوبية لفلسطين في يافا وقضاء يافا بريطانيا حلفائها عدوا اليهود بمختلف انواع الاسلحة تدريبا وتعليما وامدادا كنت ابلغ من العمر 12 سنة 1948 مع اني لم اكن اعرف شي عن السياسة انما لما وعي الواحد لما كبرنا ومارسنا شؤون هالحيات هاي عارفنا كيشو المؤامرة واصل المؤامرة والمشتركين في المؤامرة والموافقين على المؤامرة وعلشان هيك صورنا نستعبر زوار مثل حضراتكم لنحكي لهم شو صارت معنى بهالمؤامرة اللي ادت الى احتلال فلسطين وتهجيرنا من اوطاننا اليهود كانوا اقلية بالاول ما لم يكن الوجود اصلا لليهود في فلسطين وليس لهم تاريخ في فلسطين وعبر التاريخ يعني لفترة بسيطة ان وجد اليهود في فلسطين يعني حتى انهم حاربوا الانبياء وقتلوا بعض الانبياء وحاولوا قتل الانبياء واخرين مع اني كنت طالما في المدرسة لكن علمنا من الاخبار ان هناك حربا قامت في جنوب فلسطين في يافا وقضاء يافا وصل الاحتلال الى مدينة عكة في يومها ارسلوا زعماء اليهود خبرا الى القرى القريبة منهم ومنها قريتنا كويكات على اساس ابقوا في ارضكم ونتعاول معاكم ومنعيش سوا سوا كان الرفض القاطع بالرضى انه يصير فيه تهجير ويصير فيه احتلال اهل البلد كان التهجير بدأ من الجنوب الى الجنوب والى الشمال والى الشرق يعني من يافا كان الهجوء الى غزة وقضاها ومن الشرق الى الاردن ومن الشمال الى لبنان وسوريا سوريا تشترك بالشمال والشرق وهكذا كنا من الفريق الذي خرج الى لبنان كان الهجوم على قريتنا ليلة واحد رمضان موافق 1948 واللي بيعرف بالنسبة لرمضان في صحور رمضان وافطار رمضان في المدفع مدفع القضاء هو اللي يعني يرسل الصلقات وقت الافطار ووقت الصحور فأول خذيفة مدفعية ضربت على كويكات كانت ثر فالناس سألت صحيح بها يا فلان يا فلان يا فلان اصحوا مدفع الصحور ضرب صاروا الناس فيئوا بعضهم ان يلقوا مصروات الصحور لما تتالت الضربات عرفوا ان هناك هجوما يهوديا على القرية مين اللي كان مستعد للدفاع عن القرية اهالي القرية للأسف الشديد لم يأتي هاي المدد ولم يكن له مساعدة بالدفاع عن الاحتلال الاجنبي لقريتنا وسواها من الخرى والمدن خلوجنا الى لبنان بالناسبة لقريتنا كويكات كان فياننا رجلين رجل اسمه علي محمد النابلسي وابنه محمد علي صالح النابلسي متزوجين من قرية العباسية في قضاء صور في الاجل المعرفة فضلوا انه يكون الانتقال من كويكات الى العباسية في قضاء صور وهكذا كان حرق طلعت ازاي طلعت ساعتها؟ دخلوا البيت عندكم زردوكم ولا قبل ما يصلوا كنتم طريقتوا تنشوا؟ لا انا قلت انه بلقوا بضرب المتعية ايوه؟ وبعدين دخلوا؟ ضرب المتعية عن بعد قبل ان تصل الدبابات وانتصل على الحربية السقيلة كنا بالبيت مثل الناس يعني فكروا انه صور كان اليهود يقوموا بمجازر بالشعب الفلسطيني فلاجل هاي المجازر اللي يقوموا فيها ضد الشعب الفلسطيني خافوا اهل البلد او كبار القريب اهل البلد ان يصير فيه ببلدنا مثل ما صار في غير هب المجازر فقرروا ابعاد النساء والاطفال والرجال الكبار في السن والنساء الكبيرات في السن وهكذا فرجت يعني كاني من عمر 12 سنة وانا انا كبير اخوة يعني حضرتك وقت المدفعية لما اتضربت الاهل قرروا ان يلموا حاجته مطلعته على طول لا ما يطلعوا على طول طلعوا على طول اللي يجانب قريتنا خطوة بخطوة يعني خطوة بخطوة ليش لانه كان فيه قرية كفر يسيف قرية سكانها نصارى ولم تكن الحال قائمة بين النصارى واليهود وقتها وقرية ابو سنان وسكانها دروز وخرجنا من قرية الى قرية كما تبغضلت حتى خرجنا الى لبنان عن طريق قرية ترميش خرجنا الى قرية ابو سنان لمنذ تسبوع كان فيه جيش الانقاذ جيش الانقاذ جايش على اساس ينقذ الشعب الفلسطيني من الاعتداء فللأسف الشديد لم يستطع فعل اي شيء يعني لم تأخذ المسألة اكثر من اسبوع يجى ابن عمي على كفر يسيف مطرمان احنا ومعه جملين الجمل يعني موضب للتحميل وجمل عليه صندوقين الخشبيين الكبار الصندوقين الخشبيين الكبار يعني صندوق حطوا فيه بنتين من خواتي والصندوق الثاني واحد من خواتي واحد من ولاد عمي وانا اللي كنت يعني واعي في السن اركبت على ضار الجمل كان امامي ابن عمي محمود عمره سنتين وبذعة اشهر من خلفي ابن عمي علي عمره ثمان سنوات خرجنا من ابو الشنان على طريق جت الطريق الى جت وعرة الجمل اللي كنت رأى كبير عليه انا واخواتي وأولاد عمي ففي المرة الثانية او الثالثة انقطع الحزام انقطع حزام الجمل ووقعنا على الضرن بصوا بقى دول دول ايه فولي بالالف وتسعمية وسبعة وسبعين صح له فرصة العم انه ينزل على ضاعته بكويكاته في فلسطين فهو راه على بيتهم وجاب هيدا الحجر من بيته وهيدا المعوى اللي هو الفاس اللي بيزرع فيه لانه فلاحين بالناس بتضيع يعني فكان بيقلي وقتا كان عم بيخبرني عنه انه الارض كانت عم تحكيه من وصل على فلسطين انه كانت عم بتقله انه متل ك انا عم بتعاتبه هو حص ارب فلسطين عم بتعاتبه انه لا فليته وخايفي انه ترجع تقل له يرجع فهو انتابه شعور الحزن بيديك الفترة فجاب معه هودولي ومحتوفي سفيهم ودي سورة راه على القدس وهي سورة لما ذهبت الى القدس ايا واحد منهم انت ان اللبيبة من الاشارة يعنكم بعتذر هو جميل هو بس عشان بناسر انا اللي في الوسط اه الوسط ابو الترانشكور جميل حضرتك ايه رسلتك للشعب الفلسطين اليوم اقول لهم يا اهل فلسطين ايها العرب لا تخافوا ولا تجزعوا يكفيكم عيبا صبرا صبرا اموادكم شهداء عند الله سبحانه وتعالى لهم الرحمة والمغفرة والجرحى والمرضى ندعو لهم بالشفاء التام ونسأل الله سبحانه وتعالى النصر لشعب فلسطين ومن يساندها ان يخذوا لليهود وامريكا ومن يسانده يا رب شكرا لهم ونحن في ارض لبنان نشكر اللبنانيين بكل فئاته وجودكم بركة بيناتنا بركة بركة طبعا انا اسف على التطويل ولكن عمري في حياتي ما تخيلت ان انا ممكن اقابل حد من اللي حضروا لنجبة ابن السوم يحكي لي التاريخ والقصة زي ما هي بالزبط هو عاشها بنفسه بتاريخها بأزمتها بكل حاجة اسف ان اتقويل ولكن ده توثيق اظن مش ناس كتير قدرت توثق من حد حضر النجبة القصة كامل اسف على الاطالة ولكن يعني حسنا انا اتعلمت من الاول انا اصلا انا اعرف تاريخ كويس وكتير فهو علمنا كل حاجة مش محتاجين نضيف عنه حاجة بس قد ايه وهو عنده من العمر تقريبا تسعين سنة حد النهاردة انا مش اول واحد يجي يصور معا كل واحد يبقى عنده لص الطاقة احنا اتعبنا وهو لسه مكمل لانه احسس انه التاريخ لازم يفضل يتبرسه الاجيال بعد جيل وهو اللي بيقود فكان كلامه عظيم الصراحة كمل جاولتنا في المقاونات وزاكر واذا انت بكرا يا احمد بتشله كلمة متى ما انا عملت؟ انا اتسجلت معا قاعدة ساعتين وعملت له فيديو دقيقة على انستجرام وفاكر وزعلام منها لحد اليوم كاتب واحد واحد فاحنا هنطول الفيديو عشان هو ما يتعالش ما يتعالش بس شوق الصين العظيم انت بسميت؟ ايه اشت الفيزا تحكيلي؟ انتوا ليه؟ كنت ساكن في البيت هام وتولعت في الكهرباء اشتغل بالكهرباء لا كبشتني الكهرباء الحمد لله اطلعت منها يعني ها فابل الله ها هو شايد قدامنا الكهرباء في كل مكان ها واحد الكهرباء كهرباء ومية مع بعض ده مية ده كهرباء مية؟ مشترى كهرباء يا الله بص بص الشبكة انا رسي اعرف مين الكهرباء الي بيجي يصلح الكهرباء ما يحصل فيها مشكلة هنا يا ما في ناس ميت بس انا عم بتطوع هي وعم بتصنح بص شبكة كهرباء سبكت عنكبور كما أخبرنا كل تقريبا شارع وكل منطقة جول مخيم يسمى على اسم قرية كانت موجودة في فلسطين هنا شارع بلد ترشيحة يعني ترشيحة منطقة في فلسطين في المنطقة دي أهلها من الجدود اللي طلعوا من قرية ترشيحة واللحلة كنا فيها يعني قرى مختلفة تقسموا كل واحد تقريبا بأساكن يعني قرية كاملة أحفادها كل اللي طلعوا منها ضعوا في مجرد شارع أو عمرتين ها؟ أه؟ أه؟ المجرد أن ترشيحة ها؟ أه؟ 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 مثلا عايز يشتري اغراض لبيتهم. جايب حاجات سوبر ماركت كتيرة وعايز يدخلها. وانت ساكن في اخر المخيم. او خلينا نقول بقى حد عايز يجد ببيته. حد عايز يبني حتة جديدة ببيته. حد عايز يدخل عفشة. مصري اه. ازاي هتعمل كده? فكر فيها. لحزة. يعني. هنا. يعني ده ده شارع كبير يدخل عفش. بس ما يدخلش العربية. هتركب بره العربية. ولازم تجيب عمال. ولو عمال ياخدوا فلوس اكتر. دي دربة الحياة. كلاجئ لان الاسف طلعت من الارضة. حاجة صعبة. سطول ما العلامات دي موجودة قدام الناس. 24 ساعة. كلي الشباب والجيل الزهار الجديد. ما ينساش. قطسعة في المكتلسين دايما. تتليني خطرينها. شوصوا في كل مكان هتلاقي عائلات مضحية بشهداء من عندهم. ده استشهد في طفان الاقصى في غزة. جادي ونصرد اهلنا في غزة ودفعنا على المقدسات بتاريخ 3-4 في 24. يعني لسه تقريبا من شهر. بعد جاولة قوية. جاولة تعلمت انا فيها حاجات كتير. يعني مكان كل قصص. من اكبر واحد لاصغر واحد المعاناة. هم عايشين دلوقتي. والمعاناة لما عاشوها زمان لما طلعوا من فلسطين. هنوضع المكان ده. مخيم. وكده نرجع بيروت. يعني هو جوة بيروت. جوة العاصمة بتاعة لبنان. جوة البنان. فس فلسطيني عنا عالطريق. شكرا لليان. شكرا لقائلك. يعني بصوا عندها معلومات وناس وكل حاجة. فشكرا كتير. واتمنى اه بصوحي. هتشوف فلسطين عمني. وبكده نكون ختمنا الجولة اللي انا جاينا عليها. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لا تنسووا لايك وكومنت. ولو جاينا على لبنان قريب وعايزين تعملوا جولة مختلفة في لبنان. خباياها. حاجاتها الحلوة. مش لازم المخيمات طبعا. مليان واحدة من احسن التول جايدز الموجودة في لبنان. هسيب لكم الحساب بتاعها تحت. وهسيب لكم حساب الراجل اللي لرففنا جوة المخيم عشان برضو لو حد حبي بيجي على لبنان. وياخد فكرة يقرب من الشعوب. ده حاجة تفسطني جدا. وكون انا سبب فيها. هكون مبسوط جدا. تمنى الفيديو يكون عجبكم. واستنونا قريب قوي في الفيديوهات قوية جدا. وتحدي قوي من اوروبا. هنسافر حوالين اوروبا كلها الفترة الجاية في فيديوهات كتير. ولكن بطريقة مختلفة ومجدونة ومحدش قبل كده عملها. شكرا الفيديو الجاي. تسوش سبسكرايب عشان نصر مليون قريب. سلام.